بيجينا مين؟ بيجينا كلينتون أسف بلينكين وبيقول لك والله هاي هاي الزيارة الثامنة للمنطقة من يوم ما بدأ طوفار الأقصى يعني أقل من ثمان أشهر يعني ثمان مرات بيزوروا المنطقة وهذا بيعترف بصه يونيتو وبيتخر بصه يونيتو إيش جاي؟ جاي حقيقة بده يحقق أهداف إسرائيل لما بيطلع بلينكين وبيقول لك والله حماس هي العقبة الوحيدة أمام السلام وهي العقبة الوحيدة أمام الاتفاق وإنه يا عرب ولم بدأ زيارته بمصر وراي على الأردن وراي على دولة الاحتلال وراي على قطر جاي يضغط أنه اضغطوا على حماس عشان تقبل باتفاق والله ما بتسحوا والله العظيم بده بسق في وجهه يش حماس العقبة حماس اللي راحت ارتكبة بجزرة في خان يونس حماس اللي هي قاعد بتقتل الناس في رفح حماس هي اللي قاعد بتقصف من كل الجهات يعني وقاها يعني والله ما بعرف يعني أنا بتوقع من النصريين وبتوقع من الأردنيين وبتوقع من القطرين نقولوا يا أخي هذا قلة أدب هذه قمة الوقاها أنت بتطالبنا نحن نمارس ضغوط على حماس بعد ما قتلتوهم بعد ما يعني مجازر في حق الشهداء روحوا اضغطوا على إسرائيل ليش بتكون يعني وليش حماس العقبة في طريق السلام أو طريق الاتفاق ليش مش إسرائيل هي العقبة في طريق الاتفاق يا أخي صارحوهم يا أخي احكوا معاهم يا أخي انتم عرب يعني قلوا له هذا الكلام مش مقبول على الإطلاق وروح بلط البحر إيش بنعملوا يعني يعني هذي مسألة إنه إحنا هذا التهاون مع هذا التطاول علينا وهذا الكذب علينا ومن قبل الأمريكان ومن قبل البينكين هو اللي بيخليهم يتمادوا هم اللي بيخليهم حماس العقبة طبعا حماس وافقت على المشروع ومشروع أمريكي وبعتت لهم الرد موافقة مين اللي عطلوا هاي اللي عطلوا إسرائيل نتنياهو نتنياهو ما بدي يوقف الحرب لأنه مهزوم وبدور على أي نصر هذا اللي حصل فأنت بيجي هذا بلينكين ويقول لك والله لا حماس هي العقبة لا بده إحنا لازم يكون فيه موقف موقف عربي قوي يعني سدي ملاش عشان فلسطين عشان كرامتهم طب يعني دولة زي مصر تقولوا لا إنه إنتوا هيك الأمريكان إنتوا المتواطئين وإنتوا بتغطوا على إسرائيل وإنتوا بتبرروا المجازل الإسرائيلية اللي بتصير لكن أنا بحكي لكم حقيقة يعني المقاومة بتشتغل والمقاومة بتقاوم وإن اليوم مبارح في رفح كان فيه شابورة وكان فيه مخيم يبنى وكانت كبائل الإسرائيليين وقتلوا فيها ونفس الشيء بيصير فيه انسيرات نفس الشيء بيصير فيه دير البله فيه مقاومة مستمرة ومقاومة متصاعدة وهذا الرصيف التجسسي هذا لازم حقيقة يعني يوم اكتشفنا إنه بتجسس وبساعد إسرائيليين على انتكام مجازر بكرة ربما يكون هو جسر للتهجير لإفراغ قطاع غزة من كل المقاومين ومن كل السكار ومن كل المدنيين احنا ما بنعرف ايش بخططه فلازم احنا يعني صير فيه تصدي دبلوماسي وسياسي وحتى وعسكري امريكا بدها تحتل القطاع نيابة عن إسرائيل وتسلمه لإسرائيل كامل وعدين هذا الاتفاق ليش ترجع ليش ترجع حماس لهذا الاتفاق وليش يصير فيه مفاوضات بعد هاي مجزرة خان يونس وليش أصلا الوسطاء بيقبلوا يعني يصحوا على دمهم شوي طب مهم يعني أهانوكوا أذلوكوا يعني هاي مسألة كثير 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 مهمة بس أنا بقولكم حقيقة انه لازم يكون في موقف عربي يا أخي ما بدنا يكون تحروا فلسطين ما بدنا يكون تحموا القطاع بل خلاص سيسنا من هاي القصة طب بس انه دافع عن كرامتكم لما بيجي واحد زي بلينكين وبيتحكم فيكم وبأمركم وبيصدر تعليمات لا قلوا له لا احنا يا أخي هاي في حد الأمن من السيادة لكن والله لا شايف فيه سيادة ولا ما يحزنون على الإطلاق والله مرعوبين من بلينكين والله لو فيه قادة عرب حقيقيين والله لا طردوا بعد المجزرة رفع والله ما سمحوله يدخل بعد مجزرة خانيوز والله ما سمحوله يدخل ولا سمحوله يحكي فهي المشكلة اللي احنا بنواجهها أمريكا يعني هي اللي بتقود المجازر في قطاع غزة وهي اللي بتغطي على الإسرائيليين يعني أربع أسرع طيب وافرجوا عن أربع أسرع طب ما فيه مئة وأربعين أسير كمان باقين مع المقاومة يعني طب ايش اللي حررتوه أربعة من كان 350 أسير أو 360 أسير يعني شو هالإنجاز شو هالإنتصار اللي حققتوه إيش اللي بتشيل نسل انتم هزمتم انتم هزمتم هزيمة كبرى هاي يعني شي يعني والله العظيم إن الواحد لما بيجي بفكر في هالأمور بيجي بتصين يعني غضب وحنق ويعني واستياء من كل شيء اللي بيصير فأنا شايف الانتقام الكبير قادم حقيقة أنا بعرف يعني واثق بأنه كتائب المقاومة القسام وسرايا القدس والمجاهدين والله حيردوا والله حيردوا وأنا لا أستبعد كمان أو لا أستغرب كمان إنهم إذا ما أسروا إسرائيليين جدد وراحوا يعني كمان حيكون موقفهم في أي مفاوضات أو إتصالات يفتح الله أنتم لا يمكن الوثوق فيكم أنتم متواطئين مع الإسرائيليين أنتم ما عندكم مصداقية كأمريكان ولا كأوروبيين حتى ولا كعرب ولا حتى يكون عندهم ثقة في الوسطاء ده الوسط لازم يكون محايد لكن إحنا الوسطاء عندنا بدورهم هو الضغط على حماس الضغط على المقاومين الضغط على الرفعين رأس الأمة الضغط على اللي بيقاعدين بيدافع عن كرامة هاي الأمة الضغط على الناس اللي بيدافع عن العراض العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم هذه الحقيقة أنتم الوسيط بس يكون ده ساعي بريد مش يكون هو أنه يضغطونا عيب حتى أن أمريكا تقول للمصر ولا قطر يضغطونا على حماس عيب يقول لهم عيب هذا الكلام أنتم بتكون معنا نتوسط نتوسط بس مش إحنا نجف مع إسرائيل ضد حماس أو نمارس ضغوط على حماس هذا أمر لا يعني غير مقبول على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر